سلام أصدقائي إذا كنت تتواجه مشكلة في عدم وجود أي مساحة لهاتفك بسبب ملفات الواتساب أو غيرها إذا كان لا يوجد لديك أي مساحة الآن طريقة سهلة جدا فقط نقوم بحزف بعض الملفات من واتساب المغير مستخدمة ولن تؤثر على استخدام التطبيق لديك ننتقل مباشرة أصدقائي إلى ملفاتي أي برنامج يقوم باستعراض الملفات وندخل مباشرة إلى الزاكرة الداخلية الخاصة بالجهاز لدينا ونقوم بالضغط على كلمة البحث ونضغط واتساب سوف يظهر لك عدة مجلدات في الواتساب نختار مجلد الواتساب الأساسي بعد خيار واتساب سوف تظهر لنا عدة ملفات أنا أريد قاعدة البيانات ندخل مباشرة على الدياتابيس أو قاعدة البيانات نجد ملفين أو ثلاثة أو ممكن واحد أو أكثر نقوم بتحديد العدد الموجود واحد أو اثنان أو ثلاثة نقوم باحتيار الكل ومن ثم نضغط على حزب وموافق الآن قد كسبت مساحة إضافية 200 أو 300 ميجا بدون أي جهد وبدون أي خطر لا تخاف أخي لم يذهب أي شيء من عندك على كفالة شخصية كما تجدون الآن واتساب يعمل بشكل طبيعي هذه فقط نسخة احتياطية ولن تؤثر على النسخة المسحوبة على جوجل درايف هذا كان كل ما لديك في هذا الفيديو أراكم في فيديو جديد سلام